أشكر الله معهد الإعلام العصري وقبلنا دائما اختتم كل من محد الإعلام العصري الضراع الإعلامي لجامعة القدس والقنصلية الأمريكية العامة المرحلة الثانية من مشروع التدريب على رأس العمل والذي استهدف نحو 30 طالب وطالبة من طلبة الإعلام الخريجين من الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع في حفل ختامي تكريمي بهيج جمع بين الشركاء والمشاركين هذا مشروع تميز عشان تعطي إمكاني للطلاب عشان فعلا تدريب مهني في الوسائل للإعلام وهي شيء لازم لكل طالب للإعلام إنه يكون لهم فرصة يشتغلوا في الميدان يشتغلوا في الجرائد، في التلفزيونات، في الإزعاد، في الوقلات هاي أكتر فرصة لهم في واحدة بنت قالت إنه خلال ثلاثة شهور للمشروع استفادت أكتر من أربع سنوات في الجامعة أحنا هيك نقدر نبني المستوى المهني في الطلاب العلام في كل فلسطين من غزة ومن الدفة ومن القدس عشان فيه هلا شبكة تعاون للمشروع هذا وحيبدوا إشي إنجاز كبير بنسبة إلنا المرحلة الثانية من المشروع والتي جاءت بعد النجاح الحقيقي الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى والتي اختتمت في شهر نوفمبر من العام المنصرم حققت أيضا النجاح ذاته خاصة تمكين الطلبة الخريجين من مهنة المستقبل وتوفير فرصة العمل للبعض منهم إلى جانب تحقيق شراكة حقيقية وقوية بين المؤسسات الإعلامية المختلفة والتي أفادت واستفادت من خلال مشروع التدريب على رأس العمل في مرحلتيه مشروع التدريب على رأس العمل هو أكثر شيء ممكن الطالب يستفيد منه على جاني ينتقل من مرحلة الدراسة لمرحلة العمل أنا كنت أحد المشاركات في مشروع التدريب على رأس العمل في وكالة هنا القصة الإعلام المجتمعي طبعا استفادت استفادة واضحة من خلال شغلي في المراسلة والتحرير والإذاعة أيضا اللي فادني برضو الأحداث اللي صارت خلال فترة التدريب مثل الإدراب الأسرى المستمر العدوان الحرب الأخيرة على غزة والمظاهرات الشعبية فهي خلتنا نشتغل كطاقم خصوصا إنه ثلاثة من ضمن المشروع نحن نتدرب في شبكة هنا القصة الإعلام المجتمعي واتعاوننا في الشغل وستفدنا وما يميز مشروع التدريب على رأس العمل في مرحلته الثانية عنها في المرحلة الأولى أن مشروع هذا العام يعتبر ثلاث أضعاف حجم مشروع العام المنصرم من حيث عدد الطلبة المتدربين والمشاركين فيه والحجم المالي المخصص له واتساع نطاق المؤسسات الإعلامية الشريكة فيه في إشارة منها على مدى أهمية المشروع للمجتمع المحلي بصراحة هذا المشروع كان مشروع مثمر جداً وبعود بالفائدة أولاً على الطلاب وثانياً كمان على المؤسسات الشريكة الطلاب استفادوا كثير من موضوع التدريب لأنه أخذوا خبرة عملية تقدموا خطوة في مجال عملهم والمؤسسات الشريكة كمان استفادت أنها كان عندها كادر وكان عندها قدرة أنها تدرب طلاب تدخوض هذا المجال يعني إحنا بجزء فيها عندنا طلاب يعني كان عندنا مجموعة من متطوعين بس ممكن مؤسسات تانية استفادت على مستوى أنه كيف ممكن تدرب طلاب كيف ممكن تهيئ كادر هي تبدأ معها وكمان إحنا أنا بعتقد أنه هي قصة نجاح بالنسبة لنا ويعتبر مشروع التدريب على رأس العمل من أبرز البرامج التي أتاحت أمام الطلبة الملتحقين ببرنامجه فرصة الإنخراط ومورسة العمل والحياة العملية في القطاع الإعلامي والالتحاق بتدريب عملي فريد من نوعه من خلال العمل في وسائل وقنوات إعلامية مختلفة ومتنوعة ومع إعلاميين ومحررين محترفين منها المسموع والمرئي والمكتوب الأمر الذي منح هؤلاء الطلبة تطوير قدراتهم كل في موقعه وحسب ميوله